اشتركوا في القناة وابرة لفتاة تخيب قميص بدائيها وزوجها يا وطنيكم عاد الأسرة مد يديك إليهم جسرة وعزف ألحاد الحرية من أفراحك يوم البشرى يا وطنيكم عاد الأسرة يا وطنيكم عاد الأسرة حطمت حديد الأصباح يا وطنيكم عاد الأسرة يا وطنيكم عاد الأسرة يا يما صوتك سي معنا يومينا ليجينا اطلعنا يا يما زنزاني في السجن السمرة من عيشي لو كانت مرة من سينها لو كانت مرة من سينها لو كانت مرة الأبصى في الوشتان الأبصى في الوشتان اطلعنا اطلعنا ويجهرنا السجان يا وطنيكم عاد الأسرة وانتنتان لائه 외يا ويجهر أسرة ويبعثوا رسالة سموت وتحدي لشعبنا وتبقى أنهم صامدون فليستمر الشعب في خطواته حتى نحقق كل أهدافنا الوطنية وحرية شعبنا واستخلالنا الكامل على كافة طراب فلسطين وتحريك كافة الأخصى إن شاءنا الضغوطات على الأسرة بهذه الفترة الخاصة ما بعد الإدراب عن الطعام الاستفزازات والضغوطات مستمرة لكن دائما تتحطم أمام إرادة وسمود الأسرة اللي بحيوا شعبنا على وقفتهم معه معركة الكرامة للمعاء الخاوية حتى استطاع أن ينجز كثير من حقوقه ويطلب من شعبنا الاستمرار في هذا الدعم حتى ينتزع باقي هذه الحقوق إن شاءنا الحمد لله على سلام موسيقى يا وطني قمعات الأسرة مد يديك إليهم جسرة يا وطني قمعات الأسرة مد يديك إليهم جسرة وعزق الحالة القرية من أفراهك يوم البشرى وعزق الحالة القرية من أفراهك يوم البشرى يا وطني قمعات الأسرة يا وطني قمعات الأسرة حقمت حديد الأصباد وقيودي تعزف إنشادي حقمت حديد الأصباد وقيودي تعزف إنشادي والرجع يردد وينادي قد عدت لأرض الأمجاد والرجع يردد وينادي قد عدت لأرض الأمجاد أولاقي صحبا وأحبا ونفوسا لله محبا وقلوبا بالرحمة رحبة والعسر غدى بهم اليسرى يا وطني قمعات الأسرة يا وطني قمعات الأسرة صبرا قاصيت الأحزانة قد زلزل صبرك سجانة صبرا طاصيت الأحزانة قد زلزل صبرك سجانة أبدلت الأحزانة الآن عراسا تنثر ريحانة لتلاقي صحبا وأحبا ونفوسا لله محبا وقلوبا بالرحمة رحبة والعسر غدى بهم اليسرى يا وطني قمعات الأسرة 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 قد يديك إليهم جسرة يا وطني قمعات الأسرة هذا يوم فرح عظيم هذا يوم فرح للشعب الفلسطيني هذا يوم انكسار القيد لا بد للليلة أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر هذا يوم من أيام المكاومة الفلسطينية من أيام الشعب الفلسطيني هذا يوم انكسار السجين على السجان وبإذن الله سيأتي يوم سنفرد عن جميع الأسرى بإذن الله عز وجل رجالاً ونساءً معبدات وأحكام عادية هذا عهد شعبنا لأسرانا بجميع أطيابي ألواني انظر الشعب الفلسطيني كل جماهير محبط الكريم من جميع الألوان من جميع الفئات خرجت لتستقبل الشيخ رافت نصيف كأثير للشعب الفلسطيني وليس أثير لك عماس فالشعب الفلسطيني منكمل لوطني منكمل لأسرائه يبدي وطنه وأسراه بكل ما يملك هذا عهدنا لأسرانا لوطننا لأكسانا لمبعدين هذا يوم الأسر للإرادة الفلسطينية لإرادة السجين الفلسطيني الذي امتسر على السجان رغم جمروتي هذا يوم الأسرار شكراً لكم اشتركوا في القناة هذه فرحة نتمنى في كل بيت أسير فلسطيني في سجل الاحتلال ونتمنى للجميع في الإقراض والحياة السعيدة بين أهليهم وفي ذل وطنهم أجواء لا توصف أجواء لا توصف السلام عليكم الحمد لله رب العالمين في رجعان الشيخ رفض بعد 2 أربعين من الشهر كان بالعداد 2 أربعين شهر على أساس أنه عنده أمراض ودخل بإضراب لكن الحمد لله وإحنا نتمنى للأخراج عن الأسر الجميع وإن شاء الله بيعيش وإن شاء الله بيكمل حياته الزوجية ودول العياد تقديري نمأة أولاً على وحدة نسيج الاجتماع للشعب الفلسطيني على وطنية الشعب الفلسطيني على الكفاف الشعب الفلسطيني حول أبنائه بغض النظر عن مشاربهم هنا ومنابعهم السياسية نحن أصحاب قضية عادلة نحن أصحاب مشروع وطني بالتالي يجب أن نلتق كل أبناء شعبنا الفلسطيني على أبناء المعتقلين الشيخ رافت هو أحد أبرز المعتقلين الإداريين عملياً في الوطن وقضى عملياً أحد عشر عاماً في السجون في عدة سجنات مختلفة بالتالي بتقديري أقل تقدير عملياً من أبناء الشعب نحو أسراهم أن يقوموا على الأقل باستقبال هؤلاء الأسرا ومن ضمنهم الشيخ رافت المصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر